السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله تكونوا لكم خير وصحة وسلامة إليكم فيديو جزء الثاني حول زراعة قصب السكر وأهم المعلومات اللي لازم تعرفوها من ناحية الشروط ومن ناحية الري والتسميد وإلى آخره تكلمنا فيه الجزء الأول اللي هح أخلي الرابط لفيديو جزء الأول بصندوق الوصف أسفل الفيديو تكلمنا على أهم المعلومات الأساسية اللي لازم تعرفوها وطريق خطوة بخطوة خمس خطوات أساسية لزراعة قصب السكر والمواعد أيضا لكن بهذا الفيديو رح نتكلم مرحلة ما بعد الزراعة أول شيء الشروط اللي لازم تتبهو لها هي من ناحية العزيق نقوم بإزالة العشاب الضارة هاي مرحلة جدا مهمة لزراعة قصب السكر أو العناية بنبات الزكر نزيل العشاب الضارة لأنه تشارك المحصول بالغذاء وتتطلب زراعة قصب السكر ثلاث مرات من العزيق وهي موزعة مثل الآتي أول شيء بعد حوالي 30 يوم من زغعة قصب السكر تتم العزقة الأولى تكون خفيفة وتكون فوق القطوط وما يجوز استخدام الفئس هنا أبدا ما يستخدمون الفئس لأنه المحصول يكون صغير وجذوره سطحية وممكنه تؤذون محصول بهذه الطريقة أما العزقة الثانية تتم بعد شهرين من الزراعة وتكون طول النبات 20 سنتيمتر تقريبا ويجري تهبيط الخطوط وتظهر الأرض المستوية تقريبا أما في المرحلة الثالثة بعد ثلاث أشهر من الزراعة النبات يكون أصبح فوق الخطوط وبهذه الأسقة تكون ارتفاع النبات 35 سنتيمتر تقريبا أما عن معلومات أساسية حول مرحلة التسميد فزراعة قصب السكر يحتاج إلى تقريبا 100 إلى 150 وحدة آزوت للفدان وأيضا يحتاج زراعتها إلى تسميد بوتاسي بما يقارب تقريبا 25 إلى 50 كيلوغرام للفدان مع إضافة عناصر الحديد وعناصر الزينك والمغنيز كل هذه الأناصر مهمة جدا في مرحلة التسميد إضافتها لنبات قصب السكر هذه الأناصر يتم إضافتها بعد وصول ارتفاع النباتات إلى 50 سنتيمتر أما من ناحية الري فمحصول قصب السكر يحتاج إلى الكثير من الماء حتى ينمو بصورة صحيحة بصورة صحية وهم شيء نتبع الخطوات الآتية وما نفرط أبدا في الري إصابة العقل بالعفن والجذور بالاختناق إذا يتم الإفراط في الري أيضا الإفراط في الري يؤدي إلى وجود الفئران في الأرض يؤدي إلى قصاوة المحصول وصعوبة كثرة يؤدي إلى نقص نسبة السكر في المحصول وشكل عام نحتاج إلى 25 ري أول شيء تكون أول ري بعد الزراعة فوراً بعدين يتم الري لقصب السكر مرة ثانية بعد أسبوع بعد أسبوع من الزراعة يتم الري مرة ثانية بعدين الري يكون كل 10 أيام إلى 15 يوم يعني كل 10 أيام إلى 15 يوم يتم الري بشكل منتظم حسب حرارة الطقس وبعدها كل 10 أيام فصل الصيف أو إذا كنا نحن فصل الربيع أو فصل خريف يتم الري كل 15 يوم أما من ناحية الحصاد فحصاد المحصول فصل خريف أو يعني من نهاية سبتمبر في المناطق الباردة حتى نهاية أكتوبر في المناطق المعتدلة وأيضاً نمتنع عن الري قبل حصاد فترة 20 إلى 30 يوم الحصاد أول شيء يتم بالمراحلة آدية أول شيء نقطع القصب بواسطة منجل أو منشار أو سكين خاصة ويكون قطع بشكل مائل ولازم ننتبه أنه يقطع من أسفل الساق حتى نستفاد بشكل كامل منه وما نخلق ما يتم خلع من تحت التربة لأنه رح ينمو في العام القادم وأيضاً يتم نزع الأوراق عن السيقان المقطوعة لكن نحذر لأنه تكون جداً حاد نحذر لأنه تكون جداً حاد بعدين نشحن بسرعة إلى مثلاً الأسواق أو المصانع أو ننقلها إلى مكان يتم عصر قصب السكر بهذه الحالة فنتكلمنا اليوم على أهم المعلومات الأساسية اللي لازم تعرفون